كشفت نادية الجندي مؤخرا عن مواصفات فتاة أحلامها وقالت مش عندي مانع ان يتجاوز في الوقت الحالي انا كمان عندي مواصفات لفتاة أحلامي لازم يكون راجل وادي المسئولية وأحس بالحنان والأمان معها ونشوف بقى حكاية سنها دي اخطأ الويكيبيديا في سن نادية الجندي وكتب نهاية ولكن الحقيقة كشفها عدد نادر من مجلة الكواكب قديم ومكتوب فيها 1958 وتحت عنوان فتاة الغلاف نشرت المجلة تفاصيل وبيانات نادية الجندي مدون عليها نادية عبدالسلام الجندي 18 سنة مما يعني ان عمرها الآن 82 سنة وليس 76 سنة وطبعا لما تبقى 82 سنة وتظهر باللوك ده هو مؤخرا بقى تستحق التحية فعلا مؤخرا قال محمود رؤوف مصور المشاهير ومصور الفنانة نادية الجندي لاحدى المواقع انها منتظمة في تأدية الفروض الخمسة في مواعدها وأشار إلى انها اتركت جلسة تصويرها التي خضعت لها مؤخرا في السحل الشمال اللي كي تصلي صلاة العصر وقال ان هي مواصبة على قراءة القرآن ولا تشرب الكحوليات أبدا ظهرت نادية الجندي باللوك الجميل جدا ده هو يونيو 2022 وأدهشت معجبيها واللوك بتاعها ده كأنها ظهرت 20 سنة أما عن سر رشاقتها فكانت قالت ان الفنان يجب ان يحرم نفسه من متعة كثيرة كي يحافظ على صحته ورشاقته وقالت عن نفسها ان هي بتمتنع عن تناول أكلات تحبها حتى تحافظ على وزنها ولا تشرب الخمور ولا تدخن وتحرص على ممارسة الرياضة وتبعد عما يرهق بشرتها وأيضا تحافظ على سلامها النفسي وكانت قالت برضو ان هي لم تلجأ لعمليات التجميل فهذه ملامحها منذ أن خلقها الله وهي ضد عمليات التجميل ولدت الفنانة نادية جندي الملقبة نجمد الكماير في مدينة الإسكندرية عام 1960 شاركت نادية الجندي في فيلم زوجة من الشاع مع كمال الشنة وعماد حمدي ومن أخراق حسن الإيمان في هذا الفيلم تعرفت بشكل شخصي على الفنان عماد حمدي وتزوجت منه رغم فارق العمر الكبير ودي هنا صور نادرة لهم مع بعض ده كان أول زجتها في فرن سن طبعا كبير لكن الحق بيدوب الفارق هو كان فات الشاشة الأول وأنجبت ابنها الوحيد هشام عماد حمدي ولم تكن قد بلغت سن 16 سنة وخلها لفترة الستينيات وأوائل السبعينيات شاركت نادية الجندي في بعض الأعمال بأدوار صغيرة هنا مع ابنه من شام لابنها الوحيد ولصور نادرة لهم مع بعض عام 1973 تم انفصالها عن الفنان عماد حمدي وجوم جديد تعرفت له الفنان نادي الجندي بعد إشعاية مغرضة تنأولت طبيعة علاقتها بأول أزواجها الفنان الكبير الراحل عماد حمدي وأنها كانت السبب وراء إفلاسه واكتئابه مما تسبب فيه وفاته مما دفع النجمة المصرية للرب قالت نادية الجندي حسب يا الله نعم الوكيل يعلم الله نعمات حمدي الله يرحمه كان أب ليه وليس زوجه فقط وهو والد ابني الوحيد يشام وأنا أطول زوجة عاشت معه عاشنا 12 سنة وفن السن بيننا كان يزيد عن 40 سنة طوال فترة زواجي منه لم يساعدني على طلاق بالعكس كان يوردني زوجة وأم فقط وطوال فترة زوجنا لم يقدم أي بطولات تصدق كلها كانت أدوار سانوية وتابعت نادية الجندي ولما أنتجت فيلم جنبة كشر أول بطولاتي والذي أنتجته من مكاسب بوتيك الأزياء الخاص بيا لم يكتب الفيلم عماد حمدي باسمي والفيلم موجود ارجعه للتتر أفلام عماد حمدي تقدم يعني كل اللي بيتقال غير صحيح وده يزمت أن كل كلامهم كدف كدف وتم كتابة الفيلم باسم عماد حمدي عشان التوزيع باسم فنان معروف في السوق وقتها لأنني كنت وجه جديد وكان أيضا ضمن أبطال الفيلم وأعلم الله أن الاكتئاب اللي أصره في الفترة الأخيرة كان بسبب وفاة شقيقه بالتوقع مع عبد الرحمن وكبر سنه يعني مش هي السبب وأكملت نادية الجندي عن علاقتهما بعد الطلاق بالقول وبعد فيلم باما كشر وتاني فيلم أهقدمه وأنتجه كان فيلم شوء وأيضا عماد حمدي كان موجود بالفيلم وده يثبت أن العلاقة بيننا كانت جيدة جدا حتى بعد الطلاق ولم أنكر فضله والأشياء الجميلة اللي اتعلنتها منه ولما تزوجت من محمد مختار وأول فيلم أنتجه البطنية كان موجود عماد حمدي كبطل من أبطال الفيلم وهو اللي أشرف على إنتاج هذا العمل مش معقول كل الدلائل دي والحب والمودة دي وإطلع مثل هذه الإشاعات المغرضة ومش معقول لو كان في مشاكل بيننا بالشكل ده كما يشاع يشارك معي عماد حمدي في الأعمال دي وختمت نادي الجمدي بالقول وفي فترة مرضه الأخيرة كنت أنا ومحمد مختار دائما نسأل عنه وأنا اهتم بيه ولم نتركه لحظة وكاف الطلباته كانت عنه رحمة الله عليه وأسباب الطلاق بيننا لكل هي غيرته الشديدة وفرق السن الكبير بيننا وطوال فترة نجاح السنوات الماضية مش عارفين يهجموني إزاي وبعد كل هذه السنوات يروجوا مثل هذه الإشاعات السخيفة ولم يراعوا أنني كنت زوجته عشت معا كل هذه السنوات ولم يراعوا مشاعر ابني وابنه شام وشئ طبيعي طوال فترة إن زوجنا يكون فيه خلافات شئ طبيعي بعد طلاقي منه إنه يترك لي شقة الزوجية أنا وابني نعيش فيها من ناحية أخرى عام ثمانين تزوجت نادية جندي من المنتج السينمائي محمد مختار والذي أصبح ينتج لها أفلامها بعد ارتباطهما ايه؟ نادية الجندي وهنا دي صورة نادرة بتجمع نادية الجندي مع زوجها الأول والتاني اللي هو عماد حمدي محمد مختار محمد مختار كنا نلتقق عضوين في نادي الجزيرة محمد مختار رجل دبلوماسي وله علاقاته وشخصياته على نجمة الجماهير وفي نادي كنت أتردد بصفة مستمرة على ملعب التنس وأجدت أتقرب مني ويؤكد متابعته لكل عمالي وأنني ألعب تنس بشكل يشبه المحترفين فلعبنا مع المباراة طبعتنا لقاءات عديدة فبدأ يحدثني عن أحلامه السينمائية وأنه تمنى منذ صغرية أن يصبح ممثلا ونفكر كسيرا في التمثيل وخطط لإنتاج أفلام وكنت سعيدة جدا بكلامه شعرت فيه بنوع من حماس الشباب الذي كنت أتمناه في أي من من عملت معه من المنتجين مختار ترك العمل الدبلوماسي من أجلي لأنه ما كان ليجمع بين العمل الدبلوماسي والإنتاج كما كان ممثلا جميلا في بعض الأفلام وصوته الهادي دون ضغيج رغم أنه ليس محترفا في التمثيل زواجنا تم في هدوء وبعيدا عن الكاميرات أعرض علي زواج ومعا قدمنا عمالا يشهد لها التاريخ وظل زواجنا يحكي في الصحف وعندما دبت بيننا الخلافات لم يحدث شيء كل منه ترك الآخر في هدوء ومن دون ضغيج أو معالب دي نادية الجندي ومحمد مختار ردت الفنانة نادية الجندي على بعض الأسئلة السريعة خلال استضافتها في برنامج الدبلوكس مع قبلة فهيتة الجمعة 12 فبراير 2021 وده أحد الظهور وكانت إجابتها أنا بمشي حفية على الأرض عادي وده صح جدا وبخاف من الصرصار وممكن أتجوز كمان واحد أصغر مني لو بحبه وروت الفنانة نادية الجندي عن أغرب معجب واجهته قائلة كان في واحد مجنون بجد بيقف لي تحت البيت وبيقول عاوز أشوفها ولما الناس تمنعه يقلع هدومه في الشارع لغاية لما جابوا له البوليس وقالت أيضا الفنانة نادية الجندي الجبروت بتاع بيظهر في الأفلاب بس واسم الدلع اللي بحبه هو نونة وأنا من مواليد 24 مارس بس ما قالتش السنة هنعرف بقى ايه قالت ايه عن السنة بعد شوية والعمر بالنسبة ليه مجرد رقم بس في الورق وعن مقاس جزمتها قالت مقاس جزمتي 40 ومش بحب استلف ولا سلف جزم وأضافت نادية الجندي خلال لقائع معقاره في برنامج الدوبليكس القبلة فهيدة مفيش حد يقدر يعمل قصة حياتي غيري وده ثقة بالنفس مش غرور وعن أكتر أغنية معرضانات تحبها قالت بحب أغنية بنت الجيران وحتى كنت بسمحها أنا في باريس والأجانب كمان بيغنواها موسيقى موسيقى